لا يمكنه الانتظار أكثر فالصراع طال أمده وبحلول عام 2022 قد يصبح أفقر بلد في العالم آخر توصيف أممي للوضع في اليمن الذي يشهد منذ 2014 صراعاً تسبب بزيادة رقعة الفقر إلى نسبة 75% الحرب المستمرة أعاقت التنمية في اليمن لمدة 21 عاماً وتهدد بجعل اليمنيين أفقر سكان العالم بحسب تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي رصد الخسارة الاقتصادية بتسعة وثمانين مليار دولار منذ 2015 وتوقع التقرير بأن اليمن قد يشهد بعد ثلاث سنوات من الآن انهياراً كبيراً في اقتصاده إذا لم يحل السلام فيه رصد التقرير الدولي آثار الحرب على الاقتصاد اليمني حيث تعطلت الأسواق وتدمرت البنى التحتية للمؤسسات الاقتصادية وأصبح اليمن ثاني أكبر بلد غير متكافئ من حيث الدخل مع انخفاض إجمالي ناتج المحلي للفرد إلى أقل من دولارين التدهر الاقتصادي يؤثر بشكل بالغ في المنظومة الصحية ومن المتوقع أن يعاني 95% من سوء التغذية في 2022 الذي ينتشر في أنحاء اليمن والمتسبب بحالات تقزم للأطفال في ظل انخفاض معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد بنسب كبيرة توقعات كارثية لمستقبل اليمن آتية من داخل الأمم المتحدة إذا لم تدعم جهودها لتفعيل عملية السلام لكن الدول الفاعلة لم تحدد ما هي الحلول العملية تجاه من يعرقل هذه الجهود وبالتالي انقاذ اليمن من مستقبل غامض قد تختفي فيه من خارطة العالم كما هو تحذير من دوب ألمانيا في الأمم المتحدة